بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم نتحدث عن اشكال الترباط السلوك والموضوع ده يعني بيشمل اشياء كتيرة واشياء شيئاعة ومهمة بالنسبة لنا اول حاجة بنبدأ فيها وهو النشاط المفرد النشاط المفرد هو يعرف الترباط بكسور الانتباه والنشاط المفرد كمصطلح موجود عندنا في التربية الخاصة وموجود عندنا في مجال الصحة النفسية وعلم النفس طيب بالانجليزي هو ال ADHD ده الاختصار للattention defect hyperactive disorder ومن مظاهر السلوكية رقم واحد ضعف الانتباه انه يبقى فيه ضعف انتباه طيب رقم اتنين ضعف الانتباه وقم اتنين عندنا فيه نشاط زيادة اندفاعية عدوان انخفاض مفهوم الذات وكمان فيه مشكلات خاصة بالتعليم وحك كزا طيب وقم اتنين السلوك العدواني والسلوك العدواني من الاشياء الاقصى وشيوعا عند الاطفال اللي عندهم الطابة السلوك عندهم سلوك عدواني عدد كبير جدا منهم عنده ايه سلوك عدواني طيب السلوك العدواني ده بيوجه احيانا نحو الذات واحيانا نحو الاخرين ولكنه في العدد الاكبر منه والنسبة الكبرى منه بيكون نحو ايه الاخرين عشان كده بنسميه الاعتداء عادة يكون على الاشخاص المعاطين بالطفل طيب كمان مو موجه نحو الخارج لانه هو سلوك عدواني تجاه الاخرين يظهر لدى الزكوب اقصر من الاناس نسبة انتشاره عند الزكوب اكتر من ايه من الاناس طيب اشكال الطابات السلوك كمان منها النزاع مع القانون والنزاع مع القانون من الاشياء برضو المهمة بالنسبة لنا ولازم نعرفها وهنا احنا نقصد بالاطفال اللي عندهم انحراف زي الاحداث اللي هما بيوقعوا فيه مؤسسات الاحداث خاصة بالاطفال اللي بيعتقبهم مثلا سارقة بيعتقبوا مشكلة كبيرة عشان كده يقولك ان هي قيام الفرد بنتهاك المعايير المجتمعية والقانون يبقى ما نجي نتكلم على النزاع او الاحداث دول نعرف ان هما بيخلفهم القانون عمل مشكلة ضد القانون جميل والقوانين والانزمة دي بتحفظ طبعا على الحقوق هاي فيقوم الفرد بسلوك مناهض للمجتمع هو عمل سلوك ضد المجتمع ده بيتسبب ان هو يعرضه للمسائلة القانونية وبدل فيه مسائلة قانونية يبقى فيه بالنسبة للاطفال هيكونوا في مؤسسات الاحداث وللجانحين سلاسة اطماط منهم الجانحة التي تتم تنشئته في مجتمعات ثقافة فرعية والجانح السايكوباتي والجانح وليه بعض التصنيفات الخاصة بالاحداث